كمّلين في صفقات النادي الأهلي في الخبر اللي طبعاً الكل كل جماهير نادي الأهلي اللي كانوا تابعوه طالع ترند اللي هي فيما لوصلة بصفقة المهاجم الغاني عبدالعزيز يعقوب اللي باتت مهددة مهددة بالفشل بعدما اللاعب أجرى الفخصات الطبية اللي أظهرت بعض الملاحظات الخاصة بمشكلة في ركبة اللعيب الأهلي قرر أنه يراجع الفخصات الطبية بالكامل ويبعثها ليه خبير أجنبي قبل اتخاذ القرار النهاي سواء أنه يتمم الصفقة أو أنه يتراجع عن هذه الصفقة الأهلي كان توصل بالفعل إلى اتفاق مع ريو أفي الفريق البرتغالي اللي كان بيلعب فيه يعقوبه تفم على كافة تفاصيل الصفقة حتتكلف إن تمت طبعا الصفقة حتكلف خزينة النادي حوالي 2.5 مليون دولار دولار